انطلاق المراسم بعد استقبال الضيوف في قصر الزهران حيث من متوقع في أي لحظة من الآن أن يعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الأنساء الرجوة وهذا في قصر الزهران كما تحدثنا بحضور حوالي 150 من الضيوف بينهم قادة من العالم الأصدقاء والأشقاء بطبيعة الحال بالإضافة إلى أفراد من العائلة العائلة الملكية وعائلة الأنساء الرجوة إذن بانتظار انطلاق هذه المراسم بشكل رسمي واكتمالي المشهد وبينما نتابع معكم هذه الصور دعونا نرحب بانضمام مراسلنا أيضا من أمام القصر قصر الزهران نايف المشاقبة نايف إذن بأي لحظة نتوقع انطلاق عقد القران ماذا في المتابعة إذن؟ إيمان المراسم بانتظار الآن سرجوة أن تصل هي ستصل خلال يعني في أي لحظة ممكن أن تصل وصل الملك عبد الله الثاني والملك رانيا استقبلاء كبار الضيوف من رؤساء دول وولياء عهد وأيضا كبار الشخصيات وصل بعد ذلك حسب البرنامج والبروتوكول الموضوع لحفل عقد القران وصل الأميرة الحسين من عبد الله الثاني والآن ينتظر وصول الآن نساء رجوة بعد أن تصل الآن نساء رجوة ستبدأ المراسم الفعلية لعقد القران إيمان عقد القران هو سيكون وفق للتقاليد العربية والإسلامية سيبدأ بآيات من القرآن الكريم ثم بعض جمل عن همية الزواج وتكوين الأسرة في الإسلام ثم بعد ذلك يوقع الأمير الحسين من عبد الله الثاني إذن نرى الموكب الذي يحمل العروس نساء رجوة نايف الآن في الصور المباشرة على الشاشة الآن نعم هو الآن يدخل بوابة قصر زهران نعم وهذه هي واحدة من السيرات الكلاسيكية ما يشير إلى أن الاحتفال بكامله ما يشير بأن الاحتفال بكامله هو بسيط وهو كان ملكي ولكنه يشير إلى بسطته ولكن أيضا أهميته ورمزيته الآن بعد أن تدخل الآن نساء رجوة ستبدأ المراسم الفعلية لعقد القران سيكون هناك كما ذكرت آيات من القرآن الحكيم وأيضا أهمية الزواج الآن تعزف موسيقات القوات المسلحة الأردنية مع زوفات لتحية الآن نساء رجوة هي الآن وقفت أمام بوابة القصر وهي الآن تترجل من السيارة باتجاه إكمال مراسم الحفل في الداخل كما هو معروف سيتم عقد القران سيوقع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة على عقد القران ومن ثم يوقع شاهدان عليه بعد ذلك يكون قد أتمت وانتهت مراسم عقد القران لتبدأ مراسم حفل الزواج سيغادر الأمير والآنسة رجوة قصر زهران من هنا ويتجهان إلى قصر الحسينية سيستقلاني سيارة رجوة اللي بمجرد أن تدخل ويتم عقد القران من المفترض حسب المصادر في البروتوكول أن تأخذ لقب الأميرة وأن تأخذ اسم زوجها وبالتالي سيصبح اسمها الأميرة رجوة الحسين نايف وفق البروتوكول الملكي هذه هي البروتوكولات الملكية المتبعة في الأردن يجب أن يكون هناك إرادة ملكية سامية تصدر بمنحها لقب أميرة هذه البروتوكولات هي المخصصة للتشريفات الملكية في القصر الملكي الهاشمي في الأردن لغاية هذه اللحظة لم يكتم العقد القران نحن بانتظار أن يتم التوقيع على عقد القران وشاهدين لذلك تكون مراسم عقد القران قد اكتملت هذه المناسبة فيها احتفالين احتفال بعقد القران ومن ثم احتفال بالمناسبة احتفال عقد القران سيكون هنا في قصر زهران وحفل الزفاف سيكون في قصر الحسينية ما بين القصرين سيصير الموكب الملكي الأحمر وهو يستقل فيه الأميرة الحسين بن عبدالله الثاني والآن يسرجوا سيارة رينج روفر موديل 1984 نحن نتبعها الآن وهي تدخل إلى القاعد الملك الراحل الحسين بن طلال والملكة تخلت القصر نايف بالفعل هذا هو القصر نخصص للمناسبات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بعقد القران أو حفلات الزفاف هذا القصر ايضا شهد حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وأيضا قبل ذلك شهد حفل زفاف الملك الراحل الحسين بن طلال والأميرة موناء الحسين لذلك هذا القصر يعتبر وفقا للمورخين هو بيت اجتماعي هاشمي أكثر منه يضم المناسبات الاجتماعية كالزفاف وعقد القران أكثر من أن يضم مناسبات سياسية أو سيادية كأداء الوزراء اليمين الدستورية لكن القصر على ما يبدو أن يفعدي هذا هو مكانة اجتماعية مهمة ودلالة لدى العائلة الملكية بالفعل إيمان هذا ما كنت أتحدث عنه أن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله كان حفل زفافهم في هذا القصر الملك الحسين الراحل والأميرة من الحسين كان أيضا حفل زفافهم في هذا القصر والدة الملك الحسين الراحل الحسين بن طلال كانت تقتن في هذا القصر إلى أن توفوها الله عام 1994 فهذا القصر لديه رمزية كبيرة ومهمة لدى الجانب نايف أرجو أن تتفضل بالمقاطر دعنا فقط نتابع هذه الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتابع دخول الأنسة رجوة خالد السيف إلى قصر زهران تجاوزت الحديقة بانتظار وصولها أيضا إلى القاعة حيث يعقد قرانها على ولي العهد الأردني في هذا اليوم الاحتفائي لدى المملكة أعود إليك نايف وربما كنا نتحدث عن دلالات هذا المكان لكن دعني أتحدث بما أن هناك عقد القران وهناك مناسبة الاحتفال بعد ذلك في قصر الحسينية حوالي 140 إلى 150 ضيفا في عقد القران هل من الواضح على من اقتصر الحضور الآن في عقد القران؟ إيمان الحضور هنا في قصر لدى نقتصر على أفراد من العائلة المالكة الهاشمية أفراد من آل سيف وأهل العروس وأيضا كبار الشخصيات والضيوف من خارج الأردن العدد كما ذكرت حوالي 140 إلى 150 ضيف هنا المراسم ستكون مقتصرة نوعا ما بانتظار أن يكون هناك مراسم حفل الزفاف في قصر الحسينية في قصر الحسينية وفقا للدوان الملكي الوردني سيكون هناك استقبال الملك عبد الله الثاني والملك الراني يقومون باستقبال الضيوف وكبار الشخصيات التي تأتي من خارج الأردن وكما قال الدوان الملكي الوردني سيكون هناك قادة الدول وأولياء عهد وشخصيات كبيرة